كما أوضح قائد شرطة المحافظة لواء قندين خليل أنه لتعزيز الأمن المتحق قامت قوات الشرطة بجميع تشكيلاتها بعمليات استباقية في عموم المحافظة وتمكنت من إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة والعووات الناسفة والمضافات من أجل تفويت الفرصة على العدو وتحديد العمليات الإرهابية جرت عمليات استباقية واسعة في محافظة صلاح الدين تم من خلال تنفيذ عملية كبيرة في قضاء الشرقات والقصبات والقراءة التابعة لهذه المدينة والمناطق المحيطة بمدينة الشرقات حيث تم إلقاء على عدد كبير من المتهمين بالمادة أرهاب وعدد من الخلايا النائمة وتم إحالتهم إلى مديرية الجرائم وتم تثبيت أقوال قضائية واعترافات لعدد كبير منهم بتعاونهم مع الإرهاب وكذلك تم تنفيذ عملية كبيرة بالأمس في جزيرة تيكريت وتم إلقاء القبض على مستودعات تحتوي كميات كبيرة من المتفجرات وكذلك عدد من الأعتداء الخاصة بالمادفع أسبجناين وكذلك عدد كبير من الأعتداء كانت مخبعة في الجزيرة لغرض من قبل تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية بغية الاستفادة منها في تنفيذ العمليات الإرهابية وكما تم فجر هذا اليوم تنفيذ عملية تفتيش واسعة لغرض التعكد من خلوة مناطق الدور ومناطق جلام البوعجيل وكذلك المناطق النعمة التعكد من خلوة من المظافات وكذلك التعكد من خلوة تسلل عدد من عاصر الإرهابية بغية تنفيذ العمليات الإرهابية وهناك إجراءات وعمليات تفتيش واسعة في داخل مدينة تكريت وكذلك في قيادة عمليات سامراء بالتنسيق مع قيادة العمليات وأقسام مديريات الشرطة وكذلك أفواج الطوارئ التابعة لمديرية شرطة صلاح الدين أيضا تم تنفيذ عمليات واسعة ضمن قاطع عمليات سامراء